السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة سوكا فرنس كانت تمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير يوم جيتكم فترة أول وجبة عشاء أو غداء اللي بمكونات جد بسيطة وكاتحضر في آخر لحظة كانت تمنى إلا عجبتكم الفيديو ما تنسوني شمال اللي لايكات ديالكم واللي بغتاج جزاكم لأخير وغادي ندوزو إلى مقادير وطريقة تحضير على بركة الله غادي نختم مقلات غادي ندير فيها واحد بصلة كبيرة مقطعة طريفات عندنا واحد مطشة تهية كبيرة قطعتها طريفات وعندنا فلفل أحمر اللي قطعته حتى هو طريفات ممكن ندير فيها في الألوان هتا هي كتجي زوينة في هاد الوصفة هادي سوفي غادي نحرك الكل غادي نضيف شوية ديال ملح وغادي نضيف شوية ديال لبزار سوفي وغادي نحرك الكل جيدا وغادي نخلي هاد الحشو ديالنا حتى الطيب غادي نغطيوها ونخليوها حتى الطيب هنا من بعد ما طبت لي الحشو ديالنا اللي وجيت معاكم غادي نضيف لها واحد العلبة ديال طونة اللي يصفتها من الزيت سوفي وغادي نحرك هاد العناصر هادي سوفي وغادي نخلي هاد المكونات أولى هاد الحشو ديالنا حتى تبرد مزيان هنا ضفت شوية ديال الزعتر ضيفو شوية زعتر تحكوه شوية كيف واضح معاكم في الصورة سوفي وغادي نخلي الحشو ديالي حتى تبرد مزيان وغادي ندوزو باش نكملو معا بعديتنا الوصفة ديالنا غادي نحرك على هاد طريقة باش يدخل هادك الزعتر للحشو ديالنا مزيان سوفي وغادي نخليوها جانبا بما بردد هاد الحشو ديالنا عن بركة الله غادي ناخدو ايناء وغادي نحتاجو واحد خمسة ديال البيضات غادي نديروهم في ايناء كيف واضح معاكم في الصورة إلا عندكم البيض كبير ممكن تكتافيو بربعة عندكم صغير ممكن تديرو خمس بيضات غادي نديرو هنا خمسة ديال البيضات غادي نضيفو عليهم شوية ديال الملح غادي ندير شوية ديال البزار شوية ديال اعشاب من مناسبة اي اعشاب من مناسبة عندكم وغادي نخلطو هاد البيض مزيان كيف واضح معاكم في الصورة غادي نخلطوه تيطلع مزيان وصافيو غادي نزيدليه كأس ديال الحليب صافيو غادي نخلط كأس ونصف حليب زدت النصف الاخر صافيو غادي نحرك مزيان هاد الحليب و البيض ديالنا ممكن نديرو لك خمف خاشلة عندكم نصف كأس بدل الحليب صافيو غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الدقيق الفورس او الدقيق الابيض ونبقى مع التحريك جيدا حتى ينسى جملينا ذك الدقيق والحليب والبيض مزيان غادي نضيف واحد الخميرة حمرة وخميرة كيموية ديال الحلوة بنوزن سبعة جرام نضيفها احتها هي هاد البيض ديالنا صافيو غادي نخلط مزيان كيف واضح معاكم الصورة وغادي نضيف هنايا الحشو ديالنا من بعد ما بردت مزيان خليتها ضروري تبرد مزيان صافيو غادي نضيف هالخالات اللي وجدنا مع بعدياتنا صافيو غادي كيف قلت لكم غادي نستمر مع التحريك جيدا وغادي نضيف هالخالات اللي وجدنا مع بعدياتنا وانا اخواتي قدي تلقينا او اللي غادي ندير فيها اللي غادي ندخلو الفران دهنتو بالزبدار وشيتو بشوية ديال الدقيق صافيو غادي نخوي فيه الخالي ديالنا ديال فطيرة او اللا كيش او اللا وجبة غدا او عاشا كيف ما بغيتو تسميوها كنخويو فيها مزيان صافيو غادي ناخد اي فخوماج عندكم فخوماج متلت لا فاش كيغي او لا اي فخوماج متلت عندكم غادي نزيدو بهاد الوصفة هادي غادي نقطعو طريفات كيف واضح معاكم وغادي نبدأ نفرقو على هاد الخالي ديالنا كيعطي فيه واحد العلكة رائعة جدا كيعطي واحد البنزوينة ممكن نضيفو ثلاثة ربعة اللي بغيتو انا هناك تفيت فقط بثلاثة ديال الفخوماج الفرماجات هاد المثلتات وهنا يا اخواتي غادي نضيفو واحد شوية ديال فخوماج محكوك اي فخوماج محكوك عندكم كنضيفوه صافيو غادي ندخل هاد الطرطية ديالنا الفران او هاد الكيش ديالنا بدون عاجين الفرن حتى يطيب وغادي نقدموه مع بعدياتنا هنا من بعد ما طابلينا الكيش ديالنا او الترطية او العشاء ديالنا هو باقي سخون كيجي على هاد الشكل هادا كيجي محمر وطايب رائع بنين غادي نقطعوه معاكم على هاد الشكل ما كيلسق متشي حاجة وكيجي طايب من الداخل وكل شي رائع جدا نتمنى الوصفة دياليوماتنا لإعجاب ديالكم وإلا جربتوها وعجبتكم متنسونيش من اللي لايكات ديالكم والباختاج ديالكم جزاكم الله وخيرا ونخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة